فجار أحد الألغان في مدينة الباب لغم من مخلفات تنظيم الدولة بعد انسحابه من مدينة الباب بريف حلب الشرقي أسفر انفجاره أمس الجمع عن استشهاد مدني وجرح آخرين وفق مصادر في المدينة لكن تطورات الريف الحلبي أمس الجمع واليوم السبت لم تقتصر على ذلك فقد استشهد مدني وجرح آخرون جراء قصف مدفعي على قرية في ريف حلب الجنوبي شمال البلاد وانفجر لغم أرضي في مدينة بالريف الشرقي حسب الدفاع المدني الدفاع المدني على صفحته في موقع تويتر قال إن مدنيا قتل وجرح آخر جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم الدولة قبل انسحابه من مدينة الباب وكانت فصائل عملية درع الفرات قد سيطرت خلال شهر شباط الفائت على مدينة الباب بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة لتسجل خلال الفترة الماضية العديد من حالات الوفاة والإصابات سواء من المدنيين أو العسكريين بسبب الألغام التي زرعها التنظيم قبل خروجه من المدينة كذلك أضاف الدفاع المدني أن قصفا مدفعيا طال قرية استبلات ما أسفر عن جرح عدد من المدنيين حيث تمكنت فرقه من انتشال ثلاثة عالقين تحت الأنقاض إصابة أحدهم خطيرة فيما أشار الناشطون إلى أن مصدر القصف قوات النظام في مواقعها القريبة من القرية أيضا مدينة دارة عزة تعرضت لقصف جويا بالقنابل العنقودية حيث اختصرت على الأضرار المادية فيما رجح ناشطون أن تكون الطائرات تابعة لسلاح الجو الروسي ويأتي القصف على ريف حلب رغم استمرار سريان الهدنة في سوريا التي دخلت حيز التنفيذ نهاية كانون الأول في العام الفائت حيث خرقتها قوات النظام وروسيا منذ الساعات الأولى لها واستمرت بذلك